بين هذه الأقواس التراثية التي كانت رائحة الموت تفوح منها قبل عامين ها هي أنغام الموسيقى تحيي ما أراد الرصاص قتله آنذاك حفل موسيقي بادر به عدد من شباب الموصل في أحد أقدم الخانات التراثية وسط المدينة وذلك لبث روح الأمل مجددا في هذا المكان ودعم أصحاب الأسواق على العودة المدينة طبعا مدينة عريقة ولها تاريخ طويل وفيها جمال كبير فيها دمار كبير لكن حية بشكل لا يمكن تخيله يعني فيها حيوية وفيها نبض وفيها ناشطين وأماكن ثقافية يعني وعدها جدا جدا أنها تقدر تتغلب على كل السنوات الصعبة اللي مرت بيها لم يتخيل هذا الشاب يوما أن يجلس على مثل هذه المنصة ويصدح صوته بما يريد ولم يكن يعتقد أنه سيكون بذرة أمل لمدينة ظن بأن الحياة لن تعود إليها لكن أوتار هؤلاء الشباب عزفت لكل طائفة وقومية في نينوى برسالة عنوانها السلام ما كنا نتوقع أنه ترجع الموصل أول شيء وإن شاء الله الثاني أنه نعمل هكذا فعالية بقلب المدينة القديمة اللي كانت لها أثر كبير يعني تأثير داعش كان لها تأثير كبير على المدينة القديمة من الموشحات الموصلية إلى الأغاني الفلكلورية وحتى أغاني الريف والبادية اجتمعت كلها في هذا الحفل معا لتجمع كل هؤلاء الناس في قلب المدينة وحفل تلو الآخر يزداد معه الحضور وهذه هي غاية القائمين على هذا الحفل وذلك بأن تطأ أقدام الأمل أزقة الموصل القديمة بعد حرب عاتية عصفت بها فهذه الأغاني من ردنا نحيها أردنا نحيها في هذه المناطق لحتى نرجع الحياة لهذه المناطق والقناطر مثل خان حم القدو ومثل خان القمر اللي اليوم شفت الحفل سوينا قبل شوية كادت أن تخسر الموصل هويتها التراثية بسبب الحرب لكن غالبية الخانات الأثرية أعيد إعمارها بطرازها العمراني القديم وذلك من أجل الحفاظ على هوية المدينة من بين هذه الأقواص الأثرية يريد أبناء الموصل إيصال رسائل إلى العالم بأن هذه المدينة قد تمرض ولكن لا تموت من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة